نهاردة احنا ابراهيم وداود معنا عشان يقولوننا ازاي نكسب التراجي وازاي نكسب سانداونز سانداونز هيواجه الاهلي والتراجي هيواجه نادي الزمانك يوم السبت القادم ان شاء الله في حلقة نهاية الاسبوع نبدأ بالاهلي وسانداونز نبدأ بالاهلي وسانداونز سانداونز انا دايما بيعلم معايا سانداونز بمختلف اجياله بمختلف مدربينه الفريق اللي في افريقيا اللي بيلعب كرة على الارض اللي بيلعب كرة حلوة اللي بيمني من تحت مش اللي هو بعض العشوائي بتبقى في فرق أفريقية أو كرات طولية طول الوقت أو كوة بدنية لا هو فريق شوية برازيلي في أفريقيا يعني بيلعب كرة حقيقية يعني هل دي لسه موجودة في سان داونز ولا ممكن نقول إن سان داونز ما عندوش كرة على الأرض دلوقتي وتبقى الدنيا سهلة وجميلة ولطيفة خلينا نقول إن مدرسة سان داونز شبه كده مدرسة برشلونة هي بتطوارس مفيش حاجة بتتغير هم مدرسة بيفضلوا مكملين عليها خطوة بخطوة بخطوة ما بتتغيرش أبدا المدير الفني هيمشي هيجي مدير فني بعده يلعب بنفس الطريقة هيجي مدير فني وبيلعب بنفس الطريقة حتى اللعيبة اللي بيطلعوا من فريق الشباب هم متضربين على نفس الأسلوب داون سان داونز في الوقت الحالي خلينا نقول بشكل عام كده هو أسلوب لعبه 4-3-1-2 بيبقى معتمد بشكل كبير قلبين الدفاع متمركزين في أماكنهم عشان يطلعوا بالكورة الاثنين نص الملعب موجودين قدامهم الأظهرة طائرة دايما وبيعتمدوا أنهم يطلعوا بالكورة بتمريرات أرضية والنقطة المهمة جدا 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 أن الحارس بتاعهم مشارك دايما دايما في الخروج بالكورة الحارس بتاعهم بيعتبر لبرو يعني مش أن الكورة بترجع له فبيتدبس فيها أو بيتوتر لا هو لبرو هو بيعتمدوا عليه خلينا نبدأ على طول في الحالات على طول أحب أفرق أنا معك نبدأ على طول في حالات الخروج بالكورة الخروج بالكورة بتاعت سانداونز هنلاقي الجزء بص الحارس على طول يا كريم الحارس اللي معمول عليه السهم الأصفر موجود دايما أنه يبقى مسلس اللاعب الحر طالما سانداونز مسيطر على الكورة في منطقة جزائه هتلاقي الحارس دايما بيقرب من حامل الكورة عشان يبقى هو المخرج الكورة دي هتتلاعب للمدافع بالسهم جدا وهتروح للحارس ويخرجوا من الزنقى اللي عليها قدام كوتونس ايه فيش تطفيش بقى وكرات عالية والكلام هو برشلون اه هو اللاعب الحر دايما هتلاقي الحارس بيقرب لهم لدرجة هنشوف فيه كرة الحارس وايض في نص الملعب فنروح للحالة اللي بعديها على طول ادي الحارس اهو فيه واحد يعني فيه لعيب ضغط عليه فيه لعيب تاني ضغط هنا تالت هنا هو مش متوتر خالص مش قلقان خالص بيلعب الكرة في عمق الملعب للعب الفري اللي موجود في عمق الملعب بكل هدوء وبكل ثقة ان هو بيلعب وبيخرج عليه مفيش تطفيش نهائي اني لعيب ضغط عليه فانا هتطفش لا خالص هيلعب الكرة للعب اللي موجود فيه عمق الملعب الكرة اللي بعديها بص الحارس يا كريم اللي وقف في النص ده يعني بص الحارس هو لبرو يعني هو الحارس طلع احنا كنا قبل كده بنشوف ان لعيب نص الملعب هو اللي بيرجع بين قلبن الدفاع عشان يدي لعب حر لا هي ساندونز خلى الحارس هو اللي بيطلع ما بين قلبن الدفاع عشان يدي لعب حر فبقى دي التلاتة القلبن الدفاع والحارس هو اللي في وسطهم خرج لحد نص الملعب عشان يساعد في دوان الازهرة زي ما قولنا الزاهرين طيرين خالص مش موجودين في الصورة اتنين نص ملعب وبعدين قدام تلاتة موجودين على طول الفريق دايما هجومي وزي ما بقولك هو بيستبدله الارتكاز بالحارس هو اللي بين القلبن الدفاع عشان يعمل زيادة عددية بشكل مستمر الصورة اللي بعدية بص هدي الحارس خرج برضو من هنا من مرمى كريم بترجع له الكورة عشان يبدأ الهجمة من تحت الحارس هو اللي مشارك في الهجمة هو اللي بيبدأ بداية الهجمة كلها من عنده فبالتالي الحارس هو بداية الهجمات عندهم الحارس نوير نوير بتاع جنوب افريقيا هو بتاعهم بيخرج من منطقة جزاء وبيوصل لحد تلت الملعب بيلعب الكورة اللي بعديها على طول بص بقى دي اماكن لمس حارس مرمى سانداونز للكورة بص الحارس واصل نوير بيلمس الكورة عند دائرة السنتر يعني حارس سانداونز فيه كرات لمسها عند دائرة السنتر بتاعت الملعب من درجة نوير بيخرج ساعة فيه بناء اللي من درجة نوير بيوصل للسنتر فيه الملعب فهنا دي سانداونز ما بيطفش كورة خالص سانداونز هيفضل قباصي ويعمل بلدب من تحت مهما كان الضغط عليه حلوتهم حلوتهم انت عارفت وانت بتتكلم عارف اللي هو ايه على طول عناية كده جات على الاهلي وقلت ايه جوب في ملعبنا